موسيقى أيها المشاهدون الأفاضل سريرنا بلقائكم من جديد في سلسلة الحلقات التعريفية التي تخصصها وزارة الطربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للتعريف ببرنامج المهارات الحياتية والتربية على المواطنة ونخص هذه الحلقة لتقديم لمحة موجزة عن مهارة التفكير النقدي والتعريف بها من حيث مفهمها ومهاراتها ومبادئها وكذا صبل تعلمها وتعليمها بما يجعل الرأي العامة التربوية من أطر تربوية وإدارية وأسر ومتعلمين يشكلون صورة أولية عن هذه المهارة وعلاقتها بغيرها من المهارات الحياتية المشكلة للإطار المرجعي استعدادا لتنزيل هذا البرنامج على مستوى المؤسسات والفصول الدراسية بسلك التعليم التانوي الإعدادي نبدأ بعلاقة التفكير النقدي بالمهارات الحياتية واعتبر التفكير النقدي إحدى المهارات الحياتية الأساسية ومكونا من مكونات التلاتة للبعد المعرفي من منظور الإطار المرجعي للمهارات الحياتية إلى جانب الإبداع وحل المشكلات الموجهة أساسا إلى تعزيز التعلم أو تعلم التعلم وإتقان المهارات المعرفية كما هي مبينة في مراق الإدراك المعرفي في صنافة بلوم كما يمكن التفكير النقدي من تطوير المهارات الأداتية العليا مثل التحليل والتفسير والتركيب والنقد والتقويم وحل المشكلات واتخاذ القرار والإبداع وهي مهارات التفكير النقدي تحديدا كما يفضي التفكير النقدي إلى تحقيق الفعالية الداتية والصمود وتقدير الدات وتبني المواقف والسلوكات الإيجابية الملائمة بما يعزز حرية الإرادة والمشاركة المجتمعية لذلك يمكن أن نعده إحدى النتائج الأساسية للتعليم من أجل المواطنة لماذا التفكير النقدي ضمن المهارات الحياتية؟ أن يفكر كل فرد مننا هذا أمر يتماشى مع طبيعتنا البشرية لكن أغلب تفكيرنا حين نتركه لذاته أو للألفة والعادة يكون إما تفكيرا منحرفا أو مشوها أو متحيزا أو متحاملا بشكل كبير كما أن عددا من قراراتنا تظل غامضة كما أننا لا نتخذ معظمها إلا اعتمادا على الآخرين أو اعتمادا على الألفة والعادة وفي كثير من الأحيان تعوزها المعلومات الصحيحة والآراء العلمية والمبررات المنطقية فيصبح الشعور بالحسرة والندم هو حالنا بعد فشلنا في اتخاذ قراراتنا إننا ببساطة بحاجة إلى التفكير النقدي لأنه القادر على تحسين قدراتنا على الفهم والاستيعاب وعلى سقل قدراتنا على التحليل والتقييم وإبداء الرأي وكذلك تطوير تعاملنا مع مصادر المعلومات والأفكار دون انقياد للأخبار الزائفة إضافة إلى اكتشاف الخيارات البديلة والبناءة والتحرر من الفكر المنغالقي فما المقصود بالتفكير النقدي؟ قد يتبادر إلى أدهاننا أننا سنتعلم كيف ننتقد الناس ونعارضهم هذا فقط جزء من معنى التفكير النقدي أما المعنى الآخر فيحيل كذلك على معنى التقييد فإذا قرأت مثلا كتابا أو سمعت رأيا وعبرت عن تقييدك له فذلك تفكير نقدي لأنه لم يصدر عنك إلا بعد اتباع منهج وسلوك طريق من التفكير في مضامين هذا الكتاب وحيتيات هذا الرأي وتحليلهما وفحصهما وانقديهما لذلك إن للتفكير النقدي عدة تعريفات لعل أبرزها أنه نشاط عقلي مركب هادف محكوم بقواعد المنطق والاستدلال والمحاجة ويقود إلى نتائج يمكن التنبؤ بها غايته التحقق من قول ما أو موقف أو رأي وتقويمه بالاستناد إلى معايير أو أدوات منطقية ووفق خلفية معرفية واضحة غايتها الصواب والحقيقة للجدال لذلك يمكن أن نحصر العناصر الأساسية في التفكير النقدي في مكونات النقدي والتقييم ثم مكونات الاستدلال إضافة إلى الخلفية المعرفية أما التعريف الإجرائي للتفكير النقدي فيمكننا أن نقول إنه مجموعة من المهارات الدهنية المنظمة التي يمكن توظيفها مجتمعة أو منفردة بهدف تحديد وتفسير وتحليل واستقراء المعلومات المقدمة والحجج والأدلة المعروضة والإدعاءات المزعومة بغرض اكتشاف مواطن الخلل أو التعصب أو الانحياز فيها مقابل مواضيع الحياد والصواء ليكون الاستنتاج والاستنباط والتقييم ومن تم التقيم والتصويب في حال الاعتراض أو التأكيد والتأييد في حال المناصرة مع تقديم الأدلة والبراهين على ذلك من هنا يمكن أن تجتمع لدينا المكونات الثلاثة للتفكير النقدي في الموضوع الذي هو ليس بالضرورة محتوى بل هو أساليب محاجة تبدأ من المقدمات والواقع والحقائق ثم المنهج أو الأدوات ويرتبط بالتحديد والتفسير والتعريف والاستقراء والاستنتاج إضافة إلى القواعد والمبادئ والتي نحددها في الحياد والموضوعية والدقة والارتباط والاستقلالية فما هي مهارة التفكير النقدي إذن؟ لقد أجمع عدد من المختصين على تمييز المهارات الدهنية سواء منها الأدوات المنهجية للتفكير النقدي أم أنماط المحاجة والاستدلال المعتمدة عن الخلفية المعرفية الضرورية لهذا التفكير ونجد أن المهارات الدهنية حينما تتركب من أدوات المحاجة ومن أساليبها ونوضح ذلك من خلال الترصيمة التالية أولا المهارات الدهنية إننا نفكر لأجل عرض وجهة نظر بنية على افتراضات تؤدي إلى تضمينات ونتائج كما نستخدم المفاهيم والأفكار والنظريات لتفسير البيانات والمعلومات والحقائق والتجارب ولكي نجيب عن التساؤلات ونحل المشكلات ونقرر القضايا أما الخلفية الدهنية فإننا لا نفكر من فراغ بل من خلال خلفياتنا المعرفية والعلمية والتقافية إن وجدت ومن خلال وعينا الذي تشكل عبر صيرورة من التجارب والخبرات وقد حصر الباحثون في التفكير النقدي مهاراته في تماني مهارات أولا القضايا محل التفكيري ثانيا الأغراض والأهداف ثالثا التساؤلات بغاية عرض القضايا ثم الافتراضات المسبقة أو البداهيات والمسلمات خامسا المعلومات والوقائع والحقائق والأسباب سادسا النتائج الأولية سابعا المفاهيم والنظريات والقوانين والمبادئ أخيرا المحاجة والاستدلالات والتفسيرات فهل التفكير النقدي من مبادئ؟ نقف عند أهمها أولا الوضوح ويتطلب التفكير النقدي وضوحا في القول والرأي وفي الموضوع ثانيا الدقة في الموضوع المطروق وتفاصيله ألتا الارتباط من حيث التقيد بالموضوع وأسئلته وفرضياته المصداقية من خلال تحري الصدق في الأخبار والمصادر عدم التحيز بالنظر إلى أن التحيز والتعصب يفقدان التفكير حياده وموضوعيته الاستقلالية من خلال القدرة على التحكم المنطقي في المواقف والآراء والقيم والسيطرة على عمليات التفكير والالتزام بتحليل الآراء والأقوال وتقويمها موضوعيا كيف نعلم مهارات التفكير النقدي؟ لقد اختار برنامج المهارات الحياتية تعليم التفكير النقدي وفق استراتيجية إدماجه بشكل صريح وضمني في المواد الدراسية بما يعنيه ذلك من تعليم المحتويات المعرفية أو المضامين التخصصية ومهارات التفكير النقدي في آن واحد من خلال ما يعرف بالأسلوب التكاملي بحيث تمثل مهارات التفكير النقدي المراد تعليمها جزءا من الحصة الدراسية المعتادة وفق تصور يقوم أولا على تعليم أدوات التفكير النقدي ومقاييسه المنهجية ومبادئه الأخلاقية لذلك فإن تعليم وتعلم التفكير النقدي أمر ممكن التحقق بالنظر إلى أن جميع المضامين والمحتويات الدراسية ممكن أن تكون موضوعا لهذا التفكير كما يمكن أن تعالج بأدوات وأساليب هذا التفكير كذلك إذا ما قدمت ضمن سياق مناسب وبطريقة وأسلوب مناسبين كما أن المتعلمين بصرف النظر عن خلفياتهم وقدراتهم قادرون على استيعاب عناصر التفكير النقدي وتعلمه ثانيا توفير البيئة الآمنة لتعلم التفكير النقدي وذلك من خلال التخطيط للوضعيات والأنشطة بالتحول من تدريس المضامين والمحتويات التي تنقل جاهزة إلى المتعلمين ومعزولة عن سياقاتها إلى تدريس التفكير وتعليم التعلم من خلال تسيق التعلمات في وضعيات تساعد المتعلمين على التعلم وبناء هذا التعلم ثانيا التمييز بين مهام المدرس وأنشطة المتعلم من خلال ربط مهام المدرس بتحديد أهداف التعلم واقتراح أنشطته وتفسير تعلماته بينما يتولى المتعلم مهمة طرح أسئلة التعلم وإشكالاته وفرضياته قبل البحث عن المعلومات والاستدلال عليهم استراتيجيات التعلم النشط والتدريس الفعال اعتمادا على تهيئ وتوظيف وتنويع المعينات الدكتيكية الضرورية لأنشطة المقترحة وتدبيرها وفق أهداف الدرس ومهاراته وكدى اختيار الطرق البيضاغوجية الفعالة وأساليب التدريس الملائمة التعليم الصريح لمهارات التفكير النقدي بتقديم هذه المهارات دمن أهداف الدرس وتمييزها وتقديم نظرة عامة حولها وربط مضامين المادة الدراسية بهذه المهارات وتفسير أهميتها وكذلك ربطها بغيرها من المهارات الحياتية إن البيئة الآمنة تساعد المتعلم على التدرب على مهارات التفكير النقدي إذ كلما درج تفكير المتعلم على هذه المهارات وتمييزها واستخدامها كلما بدأ تفكيره يخرج من دائرة الألفة والعادة الموسومة عادة بالداتية والأنانية إلى دائرة التفكير النقدي والمحاجة والاستدلال وسيزيد ذلك من قدرته على نقد مجمل الإدعاءات والآراء التي تحدق به في عصر يعج بالمعلومات والأخبار والمرجعيات أيها المشاهدون الأفاضل إن تعليم وتعلم التفكير النقدي ليس بالأمر الهيئ بل يتطلبوا وعيا ومراسا من قبل المتعلمين وجهدا إضافيا من المدرسين تدبيرا وتخطيطا إلى هنا تكون حلقتنا التعريفية بمهارة التفكير النقدي قد انتهت وإلى اللقاء نحن نتجربا اليوم لتحدثكم لتعلم إلى نفس الهيئة الدولي حينية الدولي هذا الموضوع تشهر لأوليك المعركة والمعجل تقضر لتعلم التعليمية على نفس الوصول التعليم ثم تتعلم إلى اللحظة والمعارضة في المتعالي المنزل كما تعلمون ، اليوم يتم المعباطية كما تعلمون بالتعليم واليغنية على الدعم التالية الطائ gid أعطلها ثم موسيقى لن يجب أن يجب أن نساء الثاني كالذلك قد تدريب تو تنجل؟ أرمحلت العامتين من المسارة في الدستورية كهرية العملية القتعة مخبرتهم ومعهرية المبكرة المبكرة والجربية المسارة. أن يكون لديهم أحضر من حاجة السعودة مع السببات والإنسانيين وضعهم أعني أعطاء المعبورة لن يجب أن يجب أن يكون دوائلاً ونصدر أعتمد أن نسخة أخبار أخبار ونصدر يجب أن يساعدون أعطاءهم بسيطة المعبورة على الفي وصدر والتعليق هذا exige de nous de repenser les systèmes éducatifs traditionnels pour que les enfants, les adolescents et les jeunes soient en mesure de surmonter les défis en termes d'apprentissage, d'emploi et de cohésion sociale cette nécessité à l'éducation basée conjointement sur l'acquisition de connaissances disciplinaires et de compétences essentielles à la vie courante doit être utilisée comme une stratégie pour donner aux jeunes les moyens de se prendre en charge dans des situations difficiles L'exemple que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie Covid-19 n'est qu'une de ces situations urgentes qui a bouleversé les différents aspects de notre vie courante sanitaire, économique et sociale De ce fait, le Maroc a pris des mesures préventives incontournables grâce aux actions solidaires dont les Marocains et les Marocaines ont fait preuve même dans ces conditions exceptionnelles Donc, que pouvons-nous tirer comme leçon de ces circonstances de confinement sanitaire et de continuité pédagogique ? Ces moments de confinement ont montré à quel point l'école aurait intérêt à attribuer une attention toute particulière aux life skills, c'est-à-dire aux compétences de vie Par conséquent, notre système éducatif doit veiller à fournir à nos enfants, nos adolescents et nos jeunes en plus des connaissances disciplinaires, les compétences nécessaires pour faire face aux défis auxquels ils sont et seront confrontés Ce qui suppose que l'éducation devrait se poursuivre en dehors des murs de l'école c'est-à-dire au sein des communautés et du travail Dans ce contexte de confinement et de continuité pédagogique, la plupart des parents se sont transformés en enseignants, aidant leurs enfants à apprendre à distance et découvrant dès lors la complexité de cette mission Au lendemain de cette épreuve, aussi compliquée soit-elle, il est de notre devoir de nous focaliser sur l'intégration des compétences de vie Ainsi, nous rendrons nos élèves capables d'affronter ce genre de crise et de s'adapter aux changements subis Nos enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain, ont besoin plus que jamais non seulement de savoir et de connaissances, mais aussi d'un savoir-être, d'un savoir-faire et surtout d'un savoir-vivre Il s'agit surtout de types nouveaux de situations d'apprentissage qui éveillent les consciences permettant d'abord d'impliquer pleinement les élèves puis de contribuer au développement de leur personnalité, à l'épanouissement de leur autonomie ensuite d'être conscients des questions de leur temps et enfin de promouvoir leur capacité en termes de prise de décision, d'esprit critique, de résolution de problèmes Voyons maintenant comment l'école marocaine envisage-t-elle d'introduire les compétences de vie dans les curricula Reconnaissant l'importance cruciale de ces compétences utiles à la vie quotidienne favorisant le renforcement de soi et l'autodétermination de l'élève marocain notre ministère de tutelle a déjà entamé dans ce sens, depuis deux ans déjà un projet intitulé Maharaty, qui vise à intégrer ses compétences d'ordre supérieur dans les curricula de toutes les matières enseignées au cycle secondaire collégial en partenariat avec l'UNICEF et selon une phase d'expérimentation limitée aux quatre académies régionales de l'enseignement et de la formation Sous-Massa, l'Oriental, Marrakech-Safi, Tanger, Tétouan, Hossima Il s'agit d'un programme de réflexion mené par une équipe à l'échelle nationale constituée d'inspecteurs pédagogiques des disciplines concernées et d'experts internationaux sous l'encadrement de la direction des curricula D'autres équipes disciplinaires issues des directions provinciales de chaque académie sont intervenues dans le processus d'introduction des compétences de vie dans les programmes de toutes les matières scolaires du cycle collégial voire aussi dans les activités extrascolaires Les initiatives didactiques prises par toutes ces équipes sont en conformité avec le cadre référentiel du bureau régional de l'UNICEF au Moyen-Orient et Afrique du Nord La question qui se pose et s'impose est donc de savoir ce qu'on entend par les compétences de vie et l'éducation à la citoyenneté Ce concept fait référence à un ensemble d'aptitudes psychosociales et interpersonnelles qui permettent de prendre des décisions éclairées, de communiquer efficacement et d'acquérir des mécanismes d'adaptation et d'autogestion contribuant à une vie productive Ces compétences permettent aux enfants d'être équipés d'outils nécessaires pour confronter avec succès les risques de la vie quotidienne et de progresser en toute confiance dans leur vie professionnelle de telle sorte qu'ils deviennent des participants positifs et actifs contribuant à un développement de leur société Un ensemble de 12 compétences de vie a été identifié selon le modèle des 4 dimensions qui sont synergiques et interconnectées Ces 12 compétences de vie essentielles sont reliées et trouvent un écho dans chacune de ces 4 dimensions d'apprentissage Découvrons à présent les 4 dimensions d'apprentissage des compétences de vie La première dimension est cognitive Elle vise à encourager la réflexion, à interpréter les informations et à adapter un raisonnement créatif et novateur par le biais des outils de l'acquisition des savoirs comme la lecture, l'écriture, le calcul et les nouvelles technologies La deuxième dimension quant à elle est instrumentale Elle aide l'apprenant à mettre en application ses acquis et ses apprentissages dans la réalité Elle a pour objectif de s'adapter aux exigences de la vie courante La troisième dimension qui est individuelle concerne le développement personnel l'estime de soi par rapport à autrui et le bien-être Tolérance, protection de soi, respect, solidarité La quatrième dimension est sociale Il s'agit d'un apprentissage de valeurs qui consolide l'engagement civique et le vivre-ensemble de l'apprenant Cette dimension est considérée comme le fondement éthique des 3 autres dimensions Ce modèle d'apprentissage quadridimensionnel propose pour chaque dimension un groupe de compétences de vie associées parmi lesquelles 12 sont identifiées comme des compétences de vie essentielles Essayons de voir maintenant comment ces 12 compétences de vie se complètent-elles Bien que les 4 dimensions d'apprentissage et les 12 compétences de vie essentielles identifiées soient présentées de manière linéaire, elles doivent être comprises de manière transversale En effet, la sélection de ces 12 compétences est basée sur leur interaction dynamique et leur contribution aux 4 dimensions d'apprentissage Par conséquent, le principal tournant vers la qualité de l'apprentissage du point de vue des compétences de vie est de passer d'une logique de transmission à celle de l'apprentissage et de l'acquisition des compétences transversales et transférables à la vie courante Maintenant, il est nécessaire de connaître les approches qui favorisent l'acquisition des compétences de vie et de citoyenneté L'éducation aux compétences de vie à la citoyenneté ne se fait pas au détriment de l'acquisition du savoir Au contraire, elle le soutient Il s'agit donc de changer les méthodes d'enseignement et passer de la logique de la transmission des savoirs à la logique d'apprentissage et de développement des compétences transversales et transférables à la vie courante du 21ème siècle En effet, il a été démontré que les programmes de compétences de vie ont un effet positif direct sur l'acquisition de connaissances Ce nouveau paradigme est susceptible de changer nos approches d'enseignement nos pratiques de classe et nos activités extra-scolaires pour les concrétiser selon des méthodes actives et modernes Dans cette perspective et plus que jamais les life skills sont à développer comme étant de compétences à faire approprier aux apprenants dans les écoles, aux enfants au sein de leur famille et aux citoyens dans la société Notons aussi qu'il faut accorder aux valeurs une importance de grande envergure dans notre existence Les valeurs de l'humanité qui nous font, hommes et femmes, soucieux et heureux de vivre avec d'autres hommes et femmes différents doivent régner dans nos relations quotidiennes en vue de mettre fin aux comportements discriminatoires comme les idéologies, les croyances religieuses Après cette esquisse qui nous donne un aperçu général sur quelques éléments introductifs du programme de l'éducation, compétences de vie et à la citoyenneté menée par notre ministère de tutelle des occasions se présenteront à nous pour mieux vous expliquer les sous-bassements théoriques de cette nouvelle éducation et vous expliciter des pratiques mettant en œuvre les fondements de ce nouveau paradigme dans le cadre des activités scolaires et extra-scolaires Merci de m'avoir prêté votre attention et à bientôt